شايف مع الأذيب الكبير توفيق الحكيم أن فكرة الحوار الحوار ليست في الثقافة العربية؟ بالضبط مش موجود في الثقافة العربية وعشان كده كيف يكون هناك رأي ورأي آخر؟ ده ما كانش موجود بشكل يعني شائع لكن بشكل ممكن نقول نسبي بشكل يعني نادر لكن الحوار وده هو ده أساس البصرح والحوار هو احترام الآخر ولذلك يعني ظاهرة التطرف منتشرة عندنا نتيجة عدم احترام الحوار الرأي الآخر ورأي الآخر ما هو الحوار عبارة عن إيه؟ رأي ورأي آخر وتبادل ديالكتيك أو جدل ما بين الطرفين أو عدة أطراف فتقبل الآراء التطرف بينشأ بالنتيجة إيه؟ أنه هو لا يقبل الرأي الآخر يعني لا يقبل الحوار وده فعلا الحقيقة وجهة نظر مهمة جدا جدا يعني إن انتشر فن المصرح وأقبل عليه الناس ربما نتعلم أنه هناك رأي آخر قد يخلفنا تماما يعني ما هو ده احنا بنقول أن المصرح من وسائل الوعي اللي الجمهورية الجديدة بتدعو إليها يعني الرئيس قال أن الوعي هو قضية مصر حاليا وقضية الجمهورية الجديدة الوعي والوعي لن يأتي إلا بالثقافة ومن أهمها الحوار اللي هو في المصرح فحينما نتعلم الحوار واحترام الآخر هنا بنقضي على مسألة الرأي الآخر أو الحقيقة المطلقة لأن الرأي الآخر عند المتطرفين هو حقيقة مطلقة لا تقبل الجدال ولا تقبل النقاش فإذا قبلت النقاش يبقى إحنا دخلنا في مسألة وصول إلى نتائج علمية صحيحة إنما اللي حاصل دلوقتي أنه الطرف الآخر اللي هو الطرف المتطرفين ودي مشكلتنا معهم أنهم لا يقبلوا الحوار فالمصرح أساسه هو الحوار وبالتالي إحنا لما نستخدم المصرح للتربية سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الشباب أو في التجمعات أو النوادي كأننا علمنا الناس كيف يحترموا الرأي والرأي الآخر ويتحاوروا ومن هنا قضية المصرح قضية أساسية في المجتمع وفي الثقافة المصرية حريك قلت أن قضية المصرح هي قضية وعي قضية وعي